مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج أخبارنا والنهاردة زي ما بدأت حلقتي يوم مش عادي بالنسبة لكل عشاء نادي الزمالك والنهاردة بالنسبة لي يوم مش عادي لسببين أول سبب النهاردة نادي الزمالك بيحتفل بـ 111 سنة زمالك 111 سنة بطولات وإنجازات 111 سنة تاريخ طويل جدا مليان بالوفاء 111 سنة تاريخ كل فرحة طبعا كان فيه حزن ولكن الأهم عشاء نادي الزمالك عشاء الكيان اللي تعودنا عليه كل سنة يوم 5 يناير بنحتفل مع بعض باليوم ده كل سنة بنفتكر أهم ذكريات نادينا كل سنة بنفتكر أحلى هتفات قلناها السنة اللي قبلها كل سنة بنعيش مع نادي القرن الحقيقي سنة سعيدة وإن شاء الله السنة الجاية تكون سنة مليئة أكتر بالبطولات احتفلنا مع بعض في السنة اللي فاتت بعود الدرع الدوري لمية عقبة زمالك في سنة استثنائية عمل أكتر من إنجاز على كل الألعاب الجماعية مش بس في كرت القدم في السلة وفي اليد وفي الطائرة وفي كمان ألعاب تانية فردية داخل نادي الزمالك نادي الزمالك نادي متكامل نادي الزمالك مش بس نادي لعبها واحدة خالص بالعكس نادي الزمالك في كل حاجة هتلاقي في إنجاز في كل الرياضة في جماهير في كل مكان في التشيرت ده هتلاقي وراه كل جماهير نادي الزمالك بتهتف وبتشجع وإن شاء الله السنة اللي جاية زي اليوم ده هنكون من نحتفل بيوم جديد وسنة جديدة حبنا في الزمالك كان موجود بطلات تكون زادت إن شاء الله ويا سلام السنة الجاية زادت نكون منقول ونفتكر مع بعض رأسة شيكا بأفرخيا إن شاء الله السنة دي شيكابالا ونادي الزمالك قادرين على تحقيق لقب بطورة أفرخيا ويزودوا تاريخ نادي الزمالك الطويل جدا بالبطلات طبعا نادي الزمالك كان فيه مواقف صعبة كتير جدا عد عليها ولكن مع كل مواقف صعب حبنا بيزيد نادي الزمالك صعب جدا يعني نجيب تاريخ الزمالك كله وإنجازات الزمالك كلها في حلقة واحدة صعب جدا نتكلم على الزمالك وإنجازات الزمالك في موسم كامل من برنامج مش حلقة واحدة عشان كده النهاردة حاولنا على قد ما نقدر نقدم يعني أكتر حاجات وأكتر الإنجازات كده لنادي الزمالك سواء من ناحية البطولات الكتير اللي أخدها الزمالك لفترة اللي فاتت كمان على مر تاريخه ومن كمان ناحية النجوم الكبار اللي تواجدوا داخل نادي الزمالك اللي كل نجم فيهم اسمه محفور في زهنه وفي قلبه كل زمالكاوي سواء كانوا مدربين أو لاعبين أصروا فينا كزمالكوية هنتكلم كلام كتير جداً وهناحتفل مع بعض مع مرور 111 سنة زمالك وده أول حاجة بالنسبة لي النهاردة يوم مهم تاني حاجة أنا السنة اللي فاتت زي النهاردة بالضبط 5 يناير عرفت إن أنا انضميت لقناة نادي الزمالك فبالنسبة لي يوم 5 يناير يوم مش عادي تماماً يوم مهم جداً يعني في تاريخي كمان غير لنا بحب نادية عرفت إن أنا انضميت لقناة النادي اللي أنا بعشاو هنتكلم كتير عن نادي الزمالك النهاردة واحتفلنا بنادينا الملكي ولكن كمان النهاردة حصل أحداث كويسة جداً يعني تدعو التفاول النهاردة عملت انتخابات اتحاد الكرة وبقى عندنا مجلس إدارة منتخب رئاسة أستاذ جمال علام مجلس عنده تحديات كتير جداً جداً في الفترة الجاية طبعاً البداية هتكون في بطولة أمم أفريقيا اللي هتنطلق بعد أيام هتكون الظهور الرسمي الأول لمجلس الإدارة ده في قيادة كرة القدمة المصرية يعني إن شاء الله يكون كده ظهور جيد وظهور قوي ونرجع أمجاب منتخبنا المصري مرة تانية في ملفات كتير جداً جداً يعني مطالبين بحسمها في أمور صعبة كتير هيخشوا عليها لكن كلنا دعم ليهم كلنا ثقة فيهم وفي الأسماء الموجودة علشان تساهم في نهضة الكرة المصرية أكيد المهمة مش هتكون سهلة أبداً بالعكس المهمة هتكون صعبة ولكن الأسماء الموجودة والخبرات اللي عندهم قادرة على قيادة السفينة بأفضل شكل طبعاً تركيز المجلس كله في الأيام اللي جاية هيكون على بطولة أفريقيا خلاص بدأ العد التنازلي ومنتخبنا مسافر للكاميرون يوم الجمعة الساعة 3 العصر إن شاء الله قبل ما نبدأ رحلتنا في البطولة يوم الثلاث باللعب أمام منتخب نيجيريا الساعة 6 مساء متوقيف مصر كل التوفيق لمجلس الجبلية الجديد والمنتخبنا الوطني فيما هو قادم